فعليا دخلت ايران في شباك الدفعة الثانية من العقوبات الامريكية التي تستهدف قطاع الطاقة في البلاد وبدأ النظام السياسي فيها يسير الى حافة الهاوية كما يرى فارضو تلك العقوبات لكن ثمت من يرى خلاف ذلك ويجد ان واشنطن لم تغلق الطرق السرية التي قد تلجأ اليها طهران للتحايل على العقوبات والتعايش معها مجلة اتلانتيك الامريكية ترى ان ايران ستزيد من نفوذها الاقتصادي في العراق وافغانستان وتتخذهما مساحة مفتوحة للمناورة امام العقوبات المفروضة عليها ولا تغفل المجلة عدة سبل زئبقية تساعدها على تصدير نفطها بعيدا عن القبضة الامريكية سبل تتمثل في اخفاء ناقلات النفط حيث تقوم السفن الايرانية بايقاف تشغيل اجهزة الارسال والاستقبال الخاصة بها فور مغادرتها الموانئ ما يعني صعوبة تعقبها بنظام التعريف الالي يضاف الى ذلك نقل النفط من سفينة الى اخرى اذ تتحول ناقلة النفط الايرانية الى محطة ثابتة تنقله مباشرة الى سفينة المشتري وهي طريقة اتبعتها ايران سابقا بحسب ما اكدته وزارة الخارجية الامريكية كما ترى اتلانتيك ان ايران قد تلجأ الى التعتيم على ملكيتها للسفن من خلال تسجيلها في بلدان ثانية او رفع اعلام غير ايرانية عليها وذلك لتتمكن من تجاوز التدقيق الدولي ولا تستبعد المجلة لجوء ايران الى ارسال النفط الى روسيا من اجل تصديره الى الدول الاوروبية والحصول مقابل ذلك على البضائع الضرورية مثل الادوات الطبية والالات الصناعية غسيل الاموال باب سري اخر تمرست ايران في اللجوء اليه حيث استغلت في وقت سابق الدول ذات السلطة المركزية الضعيفة لغسل الاموال واعادتها وكسبت مقابل ذلك مليارات الدولارات